جراحة بتزود طولك 1 ميلي كل يوم يعني بمعدل 1 سنتي كل 10 أيام وفي الفيديو ده هنتكلم عن خطوات العملية دي بالتفصيل وكمان هنتكلم عن تفليفتها وقد إيه بتكون مدة الاستشفاء وهي المخاطر اللي ممكن تحصل منها كل دو أكتر فه يلا بينا بيلجأ كتير من الشباب للعملية دي علشان يزودوا من طولهم ولكن في بعض الحالات المرضية اللي بنحتاج فيها أننا نقوم بالعملية دي زي في حالات التقزم وتشوهات العظام اللي بتحصل نتيجة عيوب خلقية والتشوهات اللي نتجع عن مرض الكساح وشلل الأطفال وعدم تنسك الأطراف وحالات تانية كتير طيب إيه هي خطوات العملية الجراحية دي أول حاجة بنضع الشخص ده ده حتى تخدير كله وبنبتدي نعمل فتحة في فخز المريض طولها حوالي 1 سنتي ومن خلال الفتحة دي بنبتدي نعمل 3 سقوب في عزمة الفخز باستخدام الشنيور الطبي وبعد كده بنعمل فتحة تانية عند رأس عزمة الفخز وبيكون طولها حوالي 2 سنتي ومن خلالها بنقوم بإدخال واير أو سلك توجيهي في القنان النخائية وده طبعا بيكون على طول عزمة الفخز وباستخدام المخرطة بيتم تحضير القنان النخائية من بداية عزمة الفخز لين هايتها؟ علشان تستقبل المسامير وبعد كده بندخل المصمر الرئيسي في القناة اللي احنا عملناها وبعد كده بنكسر المنطقة اللي احنا عملنا فيها 3 سقوب وبعد كده بنقوم بعملية لفة أو تدوير للرجل علشان نتأكد من تسر عزمة الفخز تماما وبعد كده بنقوم بإدخال المسامير الصغيرة اللي هنثبت بها المصمر الرئيسي علشان ما يتحركش وبعد أسبوع من إجراء العملية بنستخدم جهاز سحب العظام اللي بيزاود طول عزمة الفخز 1 ملي في اليوم يعني زيادة الطول 1 سنطي كل 10 أيام وبنستمر في الإجراء ده يوميا والنتجة بتكون زيادة من 18 سنطي وبعد مروف سنة كاملة بتبتدي عملية الدمج واللي فيها بيتم التآم العظام المكسورة بيتم إدخال المريض مرة تانية لغرفة العمليات علشان نقوم بإزالة المسامير الأديمة أما بالنسبة لمخاطر ومضاعفات العملية رقم 1 ألم شديد جدا وده بيستمر الفترة طويلة رقم 2 وهو إن الجاح ده ممكن ما يلمش بسرعة رقم 3 ممكن يعمل لمشاكل في الأعصاب رقم 4 ممكن يسبب تصلف في العضلات والأوطار حاجة كمان وهي إن العملية مشكلفة جدا واللي سعرها بيتراوح من 20 إلى 50 ألف دولار كمان بتحتاج متابعة لمدة 3 شهور بالعلاج الطبيعي وعلشان ترجع تمشي مرة تانية ممكن عملية الاستشفاء تستارك من عدة شهور بسنة أو أكتر لكن كنتجة في زيادة الطول العملية بتكون ممتازة جدا لو عندك أي سؤال تكتبه هنا تحت في الكومنت وما تنساش تشترك في القناة وتامي اللايك وشير للفيديو علشان يارك لسفين سلام اشتركوا في القناة